قصة ترويها من عاشت احداثها تقول هي امرأة متزوجة وعندها ولدان تقول كانت السعادة تخيم على منزلنا وفجأة بدأت المشاكل في هذا البيت بدأ الزوج دائما غاضب تقول ما نراه يضحك الابناء دائما في مشاكل الزوجة دائما في غضب البيت كأن نارا قد احاطت به من كل جهة حتى قارب الامر على الطلاق تقول فجاءتها امرأة ناصحة اسأل الله ان يزيها خير الجزاء فقالت اين انت عن سورة البقرة فقالت سورة البقرة ما خطر الامر على بالي قالت اقرأي سورة البقرة تقول فاخذت اقرأ سورة البقرة وزوجي يعني اوصيته ان يقرأ سورة البقرة وامرت ابنائي ان يقرأوا سورة البقرة ووضعنا شريطا في المسجل فيه سورة البقرة أصبح البيت كله يردد سورة البقرة يوم تلويوم تلويوم بدأت المشاكل تخف وتنتهي من البيت إلى أن انتهى الأمر إلى أن عاد الأمر كما هو عليه تقول وعاد زوجي ذاك الضاحك الذي كنت أعرفه وعاد أبنائي أولئك الأبناء الطيبين الذين أعرفهم تقول وفي يوم من الأيام جاء زوجي وأكلنا طعام الغداء ثم دخل لي أنام قبل صلاة العصر ودخلت لي أنام تقول فلما نمت رأيت رؤية عجيبة ما هي هذه الرؤية تقول رأيت كأن امرأة هي أسوأ وأقدر وأبشع امرأة رأيتها في حياتي تقول ما رأيت أقدر ولا أبشع من هذه الصورة ومعها أطفال على شاكلتها هذه المرأة تقول رأيتها داخل بيتي تريد أن تخرج من بيتي فقلت من أنت قالت نحن من أهل الأرض نحن من الجن أردنا مجاورتك في بيتك ولكنك ترتينا بصورة البقرة حسبي الله عليك ترتينا بصورة البقرة تقول وأخذت تردد هذا الكلام فلما استيقظت الأم وإذا الأبناء يذاكرون والزوج نائم والسكينة ترفرف على البيت وكأن الملائكة تحف بهم لا إله إلا الله ماذا يقول ربنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ترجمة نانسي قنقر